لم يجد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغرب عبدالإله بن كيران من تبرير لتطبيع بلاده مع الكيان الصهيوني والخسارة القاسية التي مني بها حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة إلا مهاجمة الجزائر في محاولة يائسة ويبدو أن بن كيران خاض هذه المناورة لخطب ود الشارع المغربي الذي يرفض التطبيع بكل أشكاله بالإضافة إلى موجة الاحتجاجات والإضرابات التي تعرفها بعض القطاعات الحيوية في المملكة التي وصلت فيها نسبة البطالة في الأشهر الأخيرة إلى 12.8% تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية جاءت متناقضة وأكد أن بلاده ظلت تدعم القضية الفلسطينية التي لا تعتبر سياسية حسبه بل مسألة عقائدية لكنه رح يناقض نفسه بشكل صارخ بدفاعه وبلغة اعتبرها المتتبعون غير منطقية عن تطبيع المخزن مع الاحتلال مؤكدا أن حزبه لن يدين أبدا مواقف بلده في هذه المسألة بل راح بن كيران يذكر المغاربة بعلاقات المغرب التاريخية مع الكيان التي وصفها بالقديمة الجديدة حالت دون ظهورها الظروف فقط حزب العدالة والتنمية المغرب الذي لا زال يعيش على وقع زلزال نتائج الانتخابات التشريعية الآخرة يحاول أمينه العام اليوم التقرب والتودد لصانع القرار الحقيقي في المغرب بعد استعماله كورقة أدت أكبر مهمات المخزن على مدار عقد كامل شكرا